موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في كشك الصحافة نستعرض كالمعتاد أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية عن مستجدات الأوضاع التي تشهدها اليمن نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع تغير نت نقرأ في عنوينه مليشيا الحوثي وصالح تخرقهن تتاعز وتهاجم مقر اللواء 35 والمقاومة توضح موقفها أما في التطورات السياسية وزير الخارجية يقول إذا سلم الحوثيون سلاحهم فإنهم سيكونون شركاء في العملية السياسية وعنون الموقع أيضا الناطق الرسمي باسم الحوثيين يقول مستعدون لتسليم السلاح وتصريحات إيران غير مقبولة مطلقا أما في التفاصيل فقد ركز الموقع على تصريحات مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني يقول الخبر أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن عقد المشاورات اليمنية في الكويت يحمل دلالات عميقة وأشار اليماني إلى أن الكويت هي جزء فاعل في مجلس التعاون الخالجي الذي لم يتخلى عن اليمن في أحلك الظروف كما أن الكويت كانت حاضنة لكثير من الحوارات اليمنية اليمنية خلال مراحل تاريخ الصراع في اليمن أضاف اليماني لقد دأبت حكومة الجمهورية اليمنية على مد يدها للسلام على مد يدها للسلام وعملت بشكل بناء لدعم كافة مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم ينهي كل الإجراءات أحدية الجانب التي أجهضت مسيرة التسوية السياسية نتحول إلى موقع مصدر أونلاين نتناول فيه الشأن السياسي والعسكري وزير الخارجية يقول بوسع الحوثيين أن يكونوا جزءا من مستقبل اليمن السياسي في حال سلموا السلاح وعلى المستوى الميداني الحوثيون يقصفون منازل المواطنين في الجوف ونزوح جماعي لسكان مدرية المتون كما عنوان الموقع أيضا سقوط صاروخ على مدينة المأرب أطلقته ميليشيا الحوثي ولا ضحايا ركز الموقع في التفاصيل على التطورات العسكرية في شبوة وجاء في الخبر قال مصدر ميداني للمصدر أونلاين إن أربعة من جنود الجيش الوطني أصيبوا وفقد جندي خامس في هجوم شنته ميليشيا الحوثي والصالح على مواقع الجيش في الصفراء والخضير بعسينان من جهة قال المصدر إن هذه الهجمات تزامنت مع وصول لجان مراقبة لوقف إطلاق النار والتي وصلت اليوم إلى شبوة وبدأت الانتشار في جبهتي عسينان وبيحان يتابع الموقع تواصل ميليشيا الحوثي والصالح خرقها للهدنة في محافظة شبوة وباقي المحافظات وتشن هجمات متواصلة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كان آخرها الهجوم على موقع للجيش في منطقة الصفراء والخضير بمدرية عسينان في محافظة شبوة جنوب اليمن جاهزون للتفرغ لقتل اليمنيين تحت هذا العنوان كتب علي الفقيه مقالا ونشره موقع مصدر أونلاين ويقول الكاتب منذ انطلقت عاصفة الحزم التي تبناها التحالف العربي شكلت إرباكا لمشروع انقلاب الحوثي وصالح الذين كان جاهزين لمواجهة الشعب اليمني فقط ومع أنهم بعد انطلاق العاصفة رفعوا شعار مواجهة العدوان من أجل حجد أبناء القبائل وجمع مبالغ هائلة من الأموال تحت مسمى المجهود الحربي إلا أنهم كانوا في حقيقة الأمر يوجهون سلاحهم نحو اليمنيين منذ اليوم الأول لمغادرتهم كهوف مران ولهذا فقد حدد تحالف الانقلاب مؤخرا هدفه بأن عليه أن يغير لغته تجاه الجيران في الخليج وأن يتخلى عن لغة الأنتريات والتحدي التي كلفته الكثير ليتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفه المرحلي بوقف عمليات التحالف العربي في اليمن وينتقل بعدها إلى مرحلة جديدة من الحرب ضد اليمنيين دون أن ينغص عليه الطيران استمتاعه بمهرجان القاتل والاحتياجات في المدن التي ترفض مشروعه وبرصد كل التصريحات التي تطلقها قيادة الجماعة للانقلابية المسلحة فإنها لا تشير مطلقا إلى استعدادهم إنهاء الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية مع أنهم غيروا خطابهم تجاه المملكة العربية السعودية ووصلوا لمرحلة تقديم الشكر لها كراع لعملية السلام سيذهب الانقلابيون إلى الكويت ليدافعوا عن مشروعهم ويقدموا المزيد من النقاط للالتفاف على القرار الأممي 2116 وسيكررون الكلام الممجوحة عن استعدادهم تسليم السلاح ولكن السلطة يسيطرون عليها هم مشاهدين ركز موقع عدن الغد على التطورات جنوب البلاد وخاصة العاصمة المؤقتة عدن ورد فيه السيول تخلف أضرارا في الأراضي الزراعية والأبار في منطقة الكديرة بمدرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج أما في عدن قوة أمنية تطارد مسلحين بمدينة إنما وتشتبك معهم بحسب شهود ركز الموقع في التفاصيل على خبر إبطال سيارة مفخخة عقب انفجار سيارة مفخخة أخرى قرب مطار عدن ويقول الموقع أبطلت قوات الأمن فجر اليوم يوم الأحد سيارة مفخخة بعد إطلاق النار عليها وتفجيرها قبل وصولها للهدف في حين قال مصدر الأمني لعدن الغد إن انفجارا عنيفا هز خرمكسر فجرا كان سببه إطلاق قوات الأمن التي تؤمن المطار النار على سيارة مفخخة كانت في طريقها إلى المكان وأصفر الانفجار عن إصابة ثلاثة من جنود قوات الأمن على صعيد متصل قال مسؤولون في جهاز أمن القوات الخاصة في عدن أنهم أبطلوا مفعول سيارة مفخخة نوع كورولة وأكد المصدر أن السيارة المفخخة عثر عليها مركونا قرب الكورنيش موضحا بأنه تم تفكيكها ننتقل إلى موقع الصحوانت نستعرض أبرز ما جاء فيه الميليشيا الإنقلابية تواصل خرق الهدنة بقصف تاعز والبيضاء ومدرية نهم في الشأن السياسي أمين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني يأمل في نجاح محادثة السلام اليمنية بالكويت عنوان الموقع أيضا الرئيس هادي يعود للرياض بعد مشاركته في القمة الإسلامية بتركيا اهتم الموقع بالتفاصيل موقع البرلمان العربي الداعم لمفاوضات السلام اليمنية في الكويت نقرأ في الخبر أكد نائب رئيس البرلمان العربي محمد ناصر الجبري مباركة البرلمان العربي استضافة دولة الكويت مفاوضات الأطراف اليمنية الاثنين المقبل تحت إشراف الأمم المتحدة أضف الموقع جاء ذلك في تصريح للجبري على هامش انطلاق اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان بمقر جامعة الدول العربية ولفت النائب الجبري إلى أن دولة الكويت والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح يحرصان دائما على حل القضايا العربية والمبادرة بهذا الاتجاه الخير بما يعود بالنفع على الدول العربية وأعرب الجبري عن أمله بأن تنجح المفاوضات اليمنية في التوصل إلى نتائج تصب في مصلحة الشعب اليمني منوها بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بشأن دعم الشرعية لعيش الشعب اليمني في سلامة نذهب إلى موقع الموقع نطالع في صفحته الرئيسية عدن اشتباكات عنيفة بين عناصر إرهابية وقوات من الأمن بمنطقة إنماء في المنصورة في عنوان آخر منع أسرة الصحفي أكرم الوليدي من زيارته من قبل إدارة احتياط الثورة في تعز قيادة السلطة المحلية في تعز ترحب باتفاق فتح منافذ المدينة نقرأ من موقع الموقع التفاصيل وصول معتقلين من سجن جوانتانمو ويقول الخبر أعلن وزير الخارجي عبد الملك المخلافي عن وصول تسعة من المعتقلين اليمنيين في معتقل جوانتانمو بعد ساعات من إفراج السلطات الأمريكية عنهم وقال المخلافي على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم استضافة المعتقلين التسعة مؤقتا في مركز الأمير محمد بن نايف في إطار التعاون بين اليمن والمملكة من جانبها أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المملكة استقبلت تسعة يمنيين أفرج عنهم من معتقل جوانتانمو بناء على طلب من الرئيس هادي وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إنه بناء على طلب هادي فقد صدرت موافقة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على استقبال تسعة مواطنين يمنيين من الموقفين بمعتقل جوانتانمو والذين سبق وأن تقدم ذوهم المقيمون في المملكة بالتماس لاستضافتهم بالسعودية في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن ما تحتاج إليه إيران تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقالا ونشره موقع الموقع ويقول الكاتب لم تكن إيران في حاجة إلى استنفار جهودها وإمكانياتها لإحداث فوضى في بعض البلدان العربية لأن دعمها لحقوق المستضعفين والمظلومين في البلاد العربية تبين أنه كذبة كبرى صحيح أنها دولة لها حضورها الكبير في المنطقة ومن حقها أن تدافع عن مصالحها لكن ليس عبر دعم وتمويل الميليشيا للإنقلاب على الأنظمة ما حدث في اليمن من دعم إيراني أمر غير مفهوم ولم تنكر طهران في يوم من الأيام دعمها لجماعة الحوثي التي تقوت منذ الحرب الثالثة التي دارت بينها ونظام صالح بعد أن مدتها بالمال والسلاح وحركت أذرعها الإعلامية الموجودة في الضاحية الجنوبية من بيروت تدرك طهران أن حضورها في اليمن غير مرحب به خاصة إذا ما أدركنا مخاطر هذا الحضور على الوضع الإقليمي في المنطقة إذ أنها تدرك أن هذا الحضور سيقابل برفض صريح من قبل دول الخليج وقد رأت ردة فعل هذه الدول بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء ومسارعة طهران بالإعلان أنها صارت حضرة في عواصم أربع دول آخرها صنعاء مع ذلك فإن علاقة إيران باليمن ومحيطه لا تتطلب استمرار العداء والخصومة بقدر ما تتطلب تعاونا لإخراج اليمن من محنتهم فإيران بلد له حضوره وإمكانياته وما تحتاج إليه هو أن تكون علاقتها بالعرب مبنية على احترام أوضاعهم الداخلية وعدم صب الزيت على النار المشتعلة في كل مكان وبهذه الطريقة يمكن أن تنمو علاقات أقوى وأمتن عوضا عن الخطط الرامية لتفتيت البلاد العربية مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع يامن مونيتر جاء فيه الأمن يقبض على أعضاء في تنظيم القاعدة خلال حملة مداهمة واشتباكات في عدن في عنوان آخر بندغر يدعو إلى مضاعفة أعمال الإغاثة في اليمن سياسيا يقول الموقع ناطق الحوثيين مطلبنا سلطة توافقية ونرغب بعلاقات استراتيجية مع دول الجوار ركز الموقع على خرق الهدنة من قبل الميليشيا في الجوف جاء في التفاصيل اتهمت المقامة الشعبية بمحافظة الجوف شمالية اليمن مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح بمواصلة خرق اتفاق وقف اطلاق النار لليوم السادس على التوالي وقال مصدر ميدني في المقامة الشعبية بمحافظة الجوف ليمن مونيتر إن أحد مسلحي المقاومة أصيب بجراح جراء اطلاق الحوثيين وقوات صالح النار عليه في مدرية المتون بالمحافظة مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد ساعات فقط من اطلاقهم النار على مسلح آخر في المقاومة بمدرية المصلوب ما أدى إلى مقتله أضف الجيش الوطني والمقاومة أصبح في موقف دفاع فقط بسبب التزامهم باتفاق وقف اطلاق النار رغم خرقات الحوثيين وقوات صالح مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للصحافة العربية فابقوا معنا مشاهدين مستمرون معكم في كشك الصحافة نصحبكم الآن في جولة بين أهم ما تقوله الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من العرب الجديد عنونت في إحدى صفحاتها اليمن رسائل الشرعية والحوثيين وصالح والحراك تحاصر محادثات الكويت تقول الصحيفة أيضا يترقب اليمنيون انطلاق الجولة الجديدة من محادثات السلام المقرر أن تبدأ غدا الاثنين في الكويت في وقت تحاول فيه الأطراف الفاعلة إيصال رسائل سياسية وعسكرية تستبق المحادثات وتفيد العرب الجديد ينظر إلى هذه المفاوضات على أنها محطة مفصلية بالانتقال إلى السلام أو باستمرار الحرب وإن كانت الأمم المتحدة تعول على الخيار الأول ووفقا للصحيفة ففي موازات لذلك سعي صفحة شرعية لإيصال رسائل عسكرية وعملية في المقابل فحواها أن محادثات الكويت فرصة لتحالف الإنقلاب ممثلا بالحوثيين والرئيس المخلوع الصالح للقبول بالسلام والامتثال للقرارات الدولية وتؤكد الصحيفة أنه في حال عدم نجاح المحادثات فإن الخيار الآخر لا يزال حاضرا ممثلا بمواصلة العمليات العسكرية بمعية قوات التحالف العربي وانعكس التلويح الشرعية بعصى الحسم في حال فشل المحادثات من خلال تعيين الفريق الأحمر الذي يعتبر الخصم العسكري الأبرز للحوثيين كنائب للرئيس إلى صحيفة القدس العربي والتي ركزت على اقتراب موعد مفاوضات الكويت وعنوانة القدس اليمنيون يوجهون أنظارهم غدا صوب محاد مباحثات الكويت كبارقة أمل لوضع حد للحرب الراهنة وترى الصحيفة أن هذه المفاوضات تعد فرصة قد لا تتكرر لإخراج اليمن من حالة الاحتراب التي عصفت بالدولة وبمقومات البلاد ودفع ثمنها اليمنيون غاليا ذكر العديد من السياسيين للقدس العربي بأنهم يتطلعون إلى أن تكون مباحثات الكويت بمثابة بارقة أمل نحو إنقال اليمن من الحرب الراهنة وأن عوامل نجاحها أكثر من عوامل فشلها في ظل قناعة جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأنه لا مجال لاستمرار الحرب وأن أطراف الصراع أصبحوا جميعا منهكين ويتطلعون إلى مخرج مقبول لإنهاء الحرب وأرجع أسباب تفاؤلهم في احتمال أن تكون جولة الكويت إيجابية وتحدث تحولا نوعيا في مسار العملية السلام في اليمن إلى الجدية من قبل جميع الأطراف في التعاطي الإيجابي مع هذه المباحثات حتى الآن وبالتزامهم بالخطوات التمهدية التي سابقت المباحثات رغم بعض الخروقات الطفيفة التي حدثت خلال الأيام الماضية وترى القدس العربي أن مباحثات السلام اليمنية في الكويت تحظى باهتمام إقليمي ودولي بموازاة الاهتمام المحلي لما يشكله الانهيار العسكري والأمني في اليمن من تأثير أمني وعسكري على الإقليم وعلى حركة الملاحة الدولية التي تعبر عبر مضيق باب المندب الذي يطل عليه اليمن عن مفاوضات الكويت المقرر انطلاق أعمالها غدا كتبت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحية وقالت الصحيفة بعد نحو عام على عاصفة الحزم وثورة الشعب اليمني على الحوثيين والمخلوع صالح بات واضحا أن من المستخيل لهذه القلة حكم البلاد مهما أوتيت من قوة لأن لا الشعب ولا دول التحالف العربي ستسمح بذلك ولن تقبل أن يسوم الإنقلابيون أهلهم عذابات القمع والبطش والتنكيل لتثبيت الاحتلال المقنة على الحوثيين وصالح أن يقتنعا أن مفاوضات الكويت لن تخرج بمهزوم ومنتصر بل هي الفرصة الأخيرة لهما ليكفر عن جريمتهما بالعمل مع المكونات كافة لتثبيت هوية بلادهم العربية ويقلعا عن فكرة الاستقواء بطرف إقليمي يضمر الشر للمنطقة لأنه إذا تمكن سيكونان في طليعة ضحاياه هذه الحقيقة الواجب عليهما إدراكها لأن مجرد الإبقاء على الرهانات السابقة يعني استمرار الحرب مئة عام إذ لا الشعب سيخضع ولا التحالف العربي بدوله الإحدى عشر ستقبل بل إن هذا التحالف سيتوسع ومن الممكن أن يصبح عشرين دولة تتصدى بشراسة لمشروع من المحتمل أن يطالها كلها في المفاوضات التي ستبدأ غدا هناك سقف ليس مسموحا لأي طرف تخطيه وهو استقرار اليمن والبدء بإعمار ما هدمته حرب الحوث صالح الإيرانية المضمون اليمنية المظهر ولذلك ليس مطلوبا منهما غير الإنسجام مع تطلعات شعب ودول الإقليم الساعية إلى أن يكون اليمن شريكا تنمويا لمصدر تهديد وعدوان فهذه الدول لن تسمح تحت أي ضرف من الظروف بوجود حسن نصر الله آخر في خاصرتها الجنوبية يدمرها كما فعل في لبنان أو يشارك بسفك دماء الجيران كما يفعل حزب الله في سوريا والعراق كلنا في المنطقة نتطلع إلى ما سيجري حول طاولة المفاوضات غدا بقناعة أن المنتصر الوحيد هو الشعب اليمني وليس دول التحالف العربي التي لم تسعى أصلا إلى تسجيل الانتصارات من أجل الانتصار وإنما بذلت الجهد دفاعا عن شقيق قبل الدفاع عن نفسها فهل سيغتنم اليمنيون الفرصة أم سيبقى الشيطان الإيراني كامنا في تفاصيل موقف الحوثيين وصالح؟ إلى صحيفة الاتحاد تقول تفاؤل حذر بإمكانية النجاح في حقن دماء اليمنيين ومخاوف من مماطلة المتمردين مفاوضات الكويت بين تحقيق السلام واللجوء للحسم العسكري تقول الصحيفة أيضا تستعد الأطراف اليمنية لدخول مفاوضات جادة في دولة الكويت على أمل تحقيق السلام المنشود في البلاد والذي يجب أن يعتمد على مخرجات الحوار الوطني المبادرة الخليجية قررت مجلس الأمن ذات الصلة ترى الصحيفة الإماراتية أن حالة من التفاؤل تسود بين كثير من اليمنيين وأيضا على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بعد أن أبدت قيادات بارزة في صفوف الحوثيين وحليفهم صالح جدية في التعاطي مع إعلان وقف القتال رغم الانتهاكات العديدة التي وقعت تقول الاتحاد أيضا أن استمرار انتهاك المتمردين الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه وتسجيل عشرات الخلقات يجدد حالة عدم الثقة ومن العنوين التي جاءت في الصحيفة أيضا عدن تبتهج رغم أشباح القلق إلى صحيفة عكاظ تابعت تجديد جوازات اليمنيين الموجودين في السعودية بصفة دائر وعنوانة الصحيفة السعودية إصدار نصف مليون جواز يمني لحامل بطاقة زائر الشهر المقبل وتنقل الصحيفة عن وزير شؤون المغتربين اليمنيين على ويباثقي أن الحكومة اليمنية ستشرع في منتصف الشهر المقبل بإصدار الجوازات لمن شملهم تصحيح الأوضاع بما يتسق مع أنظمة الإقامة في المملكة وقال الوزير نحن الآن سنعمل على إصدار جوازات السفر لحامل بطاقة زائر وأفاد الوزير أن الوزارة ستقوم بحملة منتصف الشهر القادم عبر السفارة والقنصلية اليمنية إلى جانب البعثات القنصلية التي تستهدف مقار إقامة اليمنيين في مختلف مناطق المملكة بهدف إصدار الجواز لليمنيين من عنوين عكاظ أيضاً تدخلات إيران في اليمن على طاولة مجلس الأمن مرحلة فارقة في اليمن تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية لصحيفة البيان الإماراتية وقالت البيان تحيط أجواء متفائلة بمحادثات الحل السياسي في اليمن والتي تنطلق غداً في دولة الكويت بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الفين ومائتين وستة عشر ولا يعد هذا التفاؤل إلى تغيير في سلوك وفد الإنقلابيين فالمراوغات لا تزال قائمة لكنهم استنفذوا رصيدهم من الالتفاف على القرار الدولي ولم يبق لهم سوى إنهاء الإنقلاب الذي جاء عبر الحرب والسلاح وإيقاف مسار الحوار الوطني وشن حرب شعواء على المحافظات اليمنية وخطفهم مؤسسات الدولة اليمنية أجندة الشرعية في هذه المفاوضات ثابتة منذ الجولة الأولى من محادثات جينيف في يونيو من العام الماضي خطاب استعادة الشرعية أساس هذه المحادثات التي تتميز عن الجولات السابقة بالتحضير المكثف والضغوط الدولية الكبيرة على الإنقلابيين لإنهاء الأزمة التي تسببت بكارثة إنسانية في اليمن والمفاوضات هي في جانب آخر ثمرة عام من جهود للتحالف العربي الذي قام بتحجيم هذا الإنقلاب بعد أن كاد يبتلع كامل اليمن مع أجواء التفاؤل الحالية يقف اليمنيون على أعتاب مرحلة فارقة لصالح مستقبل بلدهم واستقراره وترجمة هذا التفاؤل يكون بتحقيق تفاصيل تضمن استئناف العملية السياسية من النقطة التي توقفت عندها وليس إطلاق مسار سياسي من الصفر ولن يجد الإنقلابيين نفعا تقديم مسار الشراكة السياسية على تنفيذ القرار 2216 فبدون تسليم سلاح للدولة تكون أصل المشكلة باقية مجموعة مختارة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقة كوشك الصحافة لهذا اليوم وحتى ألقاكم في حلقة جديدة بأمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة